ايه رأيك في الشقة في العمارة دي? اه? بتطل على النيل وسعرها معهول جدا. بنت الف جنيه بس. بنت الف جنيه بس? وانا هشتريها ولا عازكم فيه? اوه على رجلة. هتشتريها طبعا. هشتريها ازاي بقى? هشتري احطان في الهواء. طب افرد دلوقتي ازي هدى مع الجرام. اه ده اخو الشيطة وروح اي حتة انا عايز ايه? ها? افرد اللي تحتيه حاب يهد شاقيته. شاقيته بقى وحر فيه. مزاجه كده. ابقى انا وضعي ايه? متعلق انا وشاقتي في الهواء? الجرام اللي في الدور الارضي زرجينه معاي مرضيش يطلعوني مع السلالي. اعمل ايه انا دلوقتي? ابقى انزح على شاقتي ببراشوت. بقى النزام كده دلوقتي. كله تمليك. ازا كان على التمليك بقى يبقى اشتري بيت من بابه. فلا يعني? فلا مش فلا ما عرفش. بس ليبقى كل حاجة بتاعتي. الارضي بتاعتي والسلالي بتاعتي والجرام بتوعي. وبالمرة ابني عيشة في قصة طوح قربي فيها شوية فراغ. بدل فراغ بتاعيكو دي. وكمان اعمل الفرن. اعمل فيه شوية عيش مراهرة. بدل عيشة بصرة بتاعكو دي. نظرية برضو. بعض الدور حكون دبرتها لك. وبالمرة اجيبها لك جهزة. مفروشة. بالسرعة دي? يا فريد بيه. بالفلوس تقدر تعمل كل حاجة. وبممتاز سرعة. فضل. هدي خمسة آلاف جنيه هم. مع اللي معاناكي بمية وخمسين الف. انا عديدهم ترت مرات. متشكر. افدر امامي. اني سجل بكرة ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلام. مع السلام. أنا حرصتك سيادة. تمام يا بني؟ تمام. متشكر. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. مع السلام عليكم. ألف ألف. ألف مبروك يا فريد بيه. دي بيه عالو. هات. 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 هات العمول اللي خدتها من الراجل برا. مية وخمسين الف جنيه. عمولتهم عشرة في المية. بقى انا عايز خمستاشر الف جنيه دلوقت. هات. 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 ايوة كده. ايوة كده. هات. مش تمقى قريب وحبيبي. والصمصرة عليك. لا صمصرة ايه. ده انا كنت عاملها لعبة عليهم. مش كده. وهلو ناخده منهم احسن من عينيهم. انا بقول كده برضه. بقولك ايه. نعم. ما تخلي طعم الشغالين والبواب زي ما هم. ايوة ونثبتهم. ما بقصوا هراب. اصطرعي حنتا دروعتي وانا اجيلك بكرة. بقولك ايه. يلا ايه. يلا ايه انت. بulations في النهاية. مازالي في زينا؟ ايه.. وحينما يجبيني القرصة الشمس الدامي من الأطلال المشكوريني ألو ألو دودي، وزائل خير دودي مين يا ستة إنت؟ ما عندي رحالة اسمه دودي هنا النمراء قالها مش فريد بيه؟ انت معرفتش صوتي ولا إيه؟ أنا نريمان أهللي يا رامرم هالم ماني دودي وانت رامرم رامرم؟ قالها اسمه دلعي جنم ألف مبروك على بالله أنا خدت النمراء من عبدالجواد حبيت أكون أول واحدة تانيك عشتي يا رامرم الله يحفظي انت عندك إيه الليلة؟ لا بقى أن الليلة في تجلي ما بعده تجلي ما كنتش أحلم أننا وهم هنبقى في يوم تحت زافة واحد ودي يا مسيد دخليني حاجاتي فت البين حاضر يا بين ما هي الحاجات التي قلتها يا جواب؟ فريد بيه الأطريفي لازم يظهر في قنطها الأباء الأمونا مش أباها من أباها هو يعني برضو يا فريد بيه بللك ما تأكل فعش البصل دي لا 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 طوئني كلم disks حيخليك زي الحمار محور قلي قولي يا عبوهان انت حسيني بدي في مصر كده من أربع حطان لا ازاي؟ ده انا عامل لك بروجرام يجنن ايه هو؟ المتحف الزراعي القناة للخيرية كننة الحيوانات متحف الزراعي ايه؟ بقى انا جايب الفلاحين توالديني متحف الزراعي يا رجل انت انا عايز حاجات من بتاعة الناس العتاولة دي ايه يا خلبوس انت ايه انا جاهز ايه اواني كمانگاه ترجمة نانسي قنقر كمانگاه تمك خفيف قوية اسمك ايه؟ فريد بلغ طريق البليونير العظيم امود انف العظيم ولا فلابلي اشتركوا في القناة 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 اهلا اشتركوا في القناة 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 يا با سباك اشتركوا في القناة 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 أيها شفت العربيات الجديدة وسلت يا فاندم بالنسبة العربية لحالتك حاجزها تقدر تستريمها في أي وقت النهاردة لو حبيت طيب اوكي اوكي انت خارج؟ اوه بحستني العربية الجديدة طب ما جي معاك اسوقها لك على الان لا انا محطة السواء مليكش دعو انت هيا عشان يهي اول دفع تنزل مصر يا سلام كنت أعرف أنك كنت خايفة يموت لما قلتني أن ألقصت ليه كنت خايفة لاحسن تدوس على رجلي شوفي بقى إحنا لما نحب ندوس ندوس ولما نحب ما ندوسي ما ندوسي إحنا هالمي خلاصة هاوي بقى ده أنت بقيت حاجة تانية خالص بس أنا من جواها غلبان غلبان العيلان اللي كلها شقاوة دي غالبان مين اللي بيرقص معنا ريمان ده ده فريد بلغة طريفي مليونير اتجوز عازب ما كنتش عارف تتعرف عليه انت ناس ان عندنا بنت انت ما البنت اتجوزت انت جا تقولي الكلام ده النهاردة يوم فرحها فرح الندامة هو ده عريز كنت تجبهولها طيب خلاص خلاص على العموم لازم نتعرف عليه نديره البنت التانية البنت التانية عندها تسع سنين همال واستناها عقباك الدوشة دي جيت هاي لعلاكة مش عارفة تنامي بس المخدة مريحانة اه طيب ما تيجي ناخد المخدة والروح ماذا يا ما تشوف بش كده يالله حلو تعمل شركة مانسور شبورلي عن وصول اول دفعة من سيارات شبورلي سايتاشن وقد كان اول المستلمين السيد الغطريفي يا زينت يا زينت ايه تهاشوفي اوائي ايه بصي كده مش ده شبه شعبان شعبان مي من اللي حاجب شعبان في التلفزيون ده هو فعلا وعلى سيد الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين هو ايه انت كمان ده راكب العربية اللي اشتغلها العربية بالشير الفلاني يا با ده شعبان يا ما انت برشت خريف امار بقى هو هيركب عربية زيدي بل اللي زيدة يركب امار اللي يركب عربية زيدي الناس المتاخن بتوع الاستثمار بقى انا اغلط في شعبان ليه لا هو كم من بيت اهلك يوه يخلق من الشبه هالبعيد لا بقى شعبان انا متأكدة هم تكا تكا هم هم تكا تكا هم هم تكا تكا اشتركوا في القناة شكرا 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 موسيقى من فضلك ايوه ايوه هنا بس مشغول النهارد يعني ايه يعني فرصة تانية فرصة تانية هاي ده انا جاياله من اخر الدنيا ولازم اقبله النهاردة ضروري انا ماري خوشي موسيقى افندم هو عقل مغفل ما قالك ايش مش عايزين النهاردة ولا عايز يسترزقه بس جروهي يا ست انت وانا جاشت منك ولا جاشت لكم الغسية لا ايلا عاف انت هرفع من ذلك يوه يا ست من فضلك هو ايه فيه ايه الدوشة دي زينة يعني انت مضبوط زينة خش يا مسايد امرك يا ذي تعالي يا زينة تعالي كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التلفزيون هو انت يا شعباي لكن قلبي المؤمن دليلو انا كنت متأكدة ان اللي شفتو بعنايا في التلفزيون هو انت ايوة انا انا يا زينة وايه الحكاية ايه اللي حصل كنا فين وبعنا فين اه 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 ا انا ما قلت ليش ايه الحكاية انا ما قلت ليش غير على حاجة واحدة بس انك نازل مصر الدار على شغل ايوه ما انا.. ما انا حاولي قلتها.. تعالي بس تعالي تعال ما انا حاقولي تعالي يا زيدي.. تعال تعالي عودي.. عودي هنا لقيت شغل يا شعبان اه.. اه.. طبعا.. احمل ايه لقيت شغلة اهل عظيمة اللي انت لقيتها دي شغلة اهل تخليك تعيش في القباها دي ما بين يوم وليلة او هتقولي انك لقيت خاتم سليمان ولا وريست خالك اللي مات في اسطنبول بس لعصر الحوادد ده انتهى حوادد ايه يا زينب وخيال ايه دي انا اللي حصلي اقرب من الخيال انا عبدال.. اه.. اه Afстанов على مهوم شوىقته وانا هابق قولك بعدين يا زينب تقول لي ايه تقول لي ايه وتعيد لي ايه انت هيفند يقصد بكل اسف سرقتلك سريع اعبي يا زينب، وانا كنت حرام او لا كنت حرام خلاص بلاش انت بقى اختلاست لك اختلاصه اختلاص من ميه؟ من الاصلاح الزراعي اختلاص منه ايه؟ شوات برسيم ده أنا بصيفه في الجمعة قدي مزينة الإسطاح الصراحة ب13 طب فهمني فهمني لما أنت منتش مختلص ولما أنت منتش سريق لك سريقة ولما أنت بتكسب بالحلال قوي كده إيه العيشة المفنجرة اللي أنت عايشها دي لما أنت لما أنت عايش بالحلال ما جتليش البلد ليه يا شعبان ميت سؤال يا شعبان مش لقيا لهم جواب ماني مانا كنت جايلك بس ماني حقولك أنا كنت عجيلي بس اللي حصل بقى إن ربنا فتح عليه وإن ما تيجي بقى يا حبوبي فربنا فتح علي ربنا فتح علي أوي 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 ربنا فتح علي علي أوي وأنا كنت جايلك بس اللي حاشني مش فيه صوت جاي من دوة ما فيه صوت بس أنا حقولك الصوت ده جاي من إيه الصوت ده جاي يا زينب لأن انت عارف القاهرة مزدحنة بالسكان والفيلا في مصر كل فيلي جنب الفيلا التاني فتلاقي الفيلا الملزقة بعض وبالتالي الأصوات تتداخل في بعض فتبقى قاعدة كده تلاقي الصوت جايلك وانت فصوت بقى انت عارف احنا كم انت عارف يا زينب احنا تلاتة واربعين مليون تلاتة واربعين مليون ناسمة يعني ربعمية واثناشة طفل في الدقيق ستلاف مية واثناشة طفل في الساعة اتنين وسبعين الف طفل بتولدهم في اليوم فتقوم بتقوليلي فاني كنت جايلك انما اللي حاشني حقيقي يعني اللي حاشني يا زينب انني كنت يعني باختبار حضرتك يلا يا حينب تعالى بقى الكسافة السكانية يا زينب بتخلي الناس تهج يعني شوفي بتقولك يلا يا حينب تعالى بقى لان الزحمة تخلي الناس تقولي يلا يا حينب تعالى بقى من كنت الزحمة يعني هو دلوقت يعني مش الصوت ده جاي من جوا لا ده جاي من الزحمة جاي من يلا يا حينب تعالى بقى لان الناس بتبقى هجة ببعض وزحمة ببعض فتقولوا يلا يا حينب أنا كنت جايلك يا زينب حينما اللحاشني حقيقة يعني يا حالي من جوه تعالى بقى يا روح قلبي من جوه ما أقولك يا روح قلبي من جوه لأن الكسافة السكانية من جوه من أين بقى لأن الناس زحمة ففي ناس قعدة في حتة جوه فهما الناس يعايزين يهجوا من الأكلان اللي هما فيه أمك يقولك يلا يا حلو تعالى بقى ربعمائة ووطناشا طفل في الدين يا زينب الأكلان يخلى الواحد يقول يلا من جوه يلا من جوة تعالى بقى شعباء ايه السر اللي انت بخبيه علي يا شعباء انت عايش عيشة غريبة قوي يا اخي ايه ده انت عايش عيشة ذا اللي بقولوا عليها لا يليها حمرة حمرتها وخارتها يا زينة ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده عيب انا مش انتعى لحاجاتي وانا لا اسمح مطلقا ايه الحكاية ايه التأخير ده كله ده اصلها يعني اصل العلمة لتولدهم بيفوروا على طور فتلاقي اسمها فاير مع ام هي مولودة دلوقت يعني مولودة في ساعتها فدي كسافة سكانية يعني فيا زينة انا عايز اقولك على حاجة انا مش عايزك تسيء الظن بيا مطلقة ايه 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 مش عايز تيكي ولا ايه ايه دي لسه مولودة دلوقت اهو لان حتى تلاقيها لابسة البافيتة بتاعتها هي بتبقى بيضة لعلب بس اما بقى اسموه مفهر من كسافة السكان ربقى مية واثماشر الاف مليون عايشة انت في حياتك زينة ما انا حاول ده كده اقولي لك كسافة سكانية يا زينة ما تسيب انا مش يمتيجي بقى دي لعه ده من غيرك ملهاش طاعة ايه مش هما بيقولي لحنا ربعين مليون لا احنا كلنا عشرين مليون واندي العشرين مليون التانيين فكسافة سكانية يعني شعبان البني ادم اللي كنت عرفه خلاص انتهي خليك انت في عشتك الفارغة وبقابلني واخدها مني كلمة حكمة من فتأة دي متاهة يا شعبان زينة زينة أنا منا أقولي حصب الجنيكية عشتك bitch ان pudقлю diman? مش هني أكل شخصة يا قرنج امشي يحمل امشي امشي منه ودك امشي من هنا للطلقة مفندخوختي هموكم عليها قرنجل اوه حسنى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة